لكن أنا ما بحبش يعني نظريات التأمرية أو التأمر هو الرجل طول عمره من قبل ما يتيجي إدارة بايدن يؤمن بأنه أوكرانية حسب ما هو بينطاقها منذ القرن التاسع الميلادي هي تحت الولاية وتحت السلطة السياسية والدينية لموسكو ده من القرن التاسع الميلادي وهو يؤمن بأنه أوكرانية كانت دولة من دول الاتحاد السوفيتي القديم وأنه قرار 1991 بالتخلي عن هذه الدول التي كانت سابقا في الاتحاد السوفيتي هي كارثة استراتيجية تاريخية كبرى لا تختفر وأن حلمه هو عادة هذه الدول إلى الدولة الأم وهي روسيا الاتحادية مرة أخرى هذا كلام موجود في أدبياته في أفكاره في رؤيته هو يرى أيضا أنه فيه هناك وثيقة برجو أن الناس ترجع لها 6 مارس 1991 دي وثيقة نشرت في مجالة ديرش بيجل الأسبوع اللي فات ودي مجالة ديرش بيجل مجالة محترمة جدا مجالة ألمانية قالوا أنه في 6 مارس 1991 وزراء خارجية الولايات المتحدة فرنسا ألمانيا بريطانيا اجتمعوا واتفقوا على أن دول الاتحاد السوفيتي الشرقي أو دول أوروبا الشرقية لا يجب أن تنضم إلى حلف الناتو وأبلغوا الجانب الروسي بهذا التعهد وفي كل الاجتماعات ما بين الأطراف المختلفة أنه لا اعتداء على المجال الحيوي الروسي فإذن هو الرجل من وجهة نظره يقوم بالدفاع عما هو مجاله الحيوي في نفس الوقت من وجهة نظر أوكرانية أو الرئيس والشعب الأوكراني أنه شعب حر سيد مستقل من حقه أن يختار التحالفات التي يريدها والسياسات التي يريدها وغير مقبول في هذا العصر أن يتم فرض بالقوة أي نوع من الحكم أو الخيارات إذن سنوصل في الحالة التي وصلنا لها عدم وجود متغلب نهائي أو إذا حدث هناك متغلب فهتكون الخسائر لأنه كل طرف خسر كل طرف خسر ماديا وخسر من ناحية دماؤه فممكن يكون الحل الواسط الذي هو الأمريكان دايما برعين فيه أن نصل إلى مرحلة طيب هناك سنعترف بمصالح روسيا وهناك اعترف بمصالح أوكرانيا فنأتي مرة أخرى في وقت بنصوغ في عالم جديد مثلما ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية وزي ما كان برلين الشرقية وبرلين الغربية يكون فيه أوكرانيا الشرقية وأوكرانيا الغربية هذه هي الكمبرومايز الغربية التي دائما ما تتم أما فكرة حياد أوكرانيا ده كان من الممكن في أول 48 ساعة دلوقتي الشعبوية للقرار في الداخل الروسي مش موجودة زيادة شعبية الرئيس الأوكراني في الداخل قوية دول أوروبا اتخذت مواقف غير مسبوقة في الدعم